موسيقى فرصة اليوم تقدم عرض المجلس الحكومة وفي حقيقة العرض تقدم معطيات يعني مبهرة حول النجاح دي لذا المشروع هذا حيث بلغ عدد الموتر الشيحي 168 1225 وهنا مرة أخرى يؤكد بأن هذا المشروع هذا و هذا البرنامج كان محط اهتمام كبير من طرف الشباب عدد الملفات الكاملة 73333 ملف بلغت عدد المشاريع التي تمت مواكبتها من طرف الحاضنة ما يناهز 40645 تم إجراء مقابلات مع 28 1929 يعني شخص انتقاء ما يناهز 2222 242 من قبل لجل جهوية حيث تم عقد أكثر من 450 لجنة جهوية للانتقاء تكوين ما يناهز 1488 مستفيد عبر آلية تكوين الإلكتروني إيلورنين انتقاء ما يناهز 12 1563 من قبل لجل جهوية للتمويل نعطي الحاصيلة حسب الجهات إذن الجهات التي يعني التوزيع الجهوي لمشاريع دار البيضاء تقريباً المشاريع المومولة هي 16% الريباء 12% جهات فاسم كناس 12% جهات مراكش تيطوان 13% جهات طانجاتي طول الحسيمة 8% جهات سوس مسا 10% جهات الشرق 7% جهات بنيم الله الخنيفرة 8% جهات ضرعة فيلل 7% جهات العيون السقية الحمراء وقلميم والداخلة كلهم حوالي 7% إذن العدد الإجمالي للمشاريع الممولة هو 10,013 ملف 10,013 المشروع بالنسبة للقطاعات التي شملتها هذه المشاريع بالأسس 31% كانت في الخدمات 22% في قطع التجارة 17% في قطاع السياحة والصناعة التقليدية 16% في قطاع الفلاحة بالإضافة إلى مجالات أخرى بحل الصناعة والابتكار والتكنولوجيا 4% وقطاع الطاقة واللوجيستيك والبيئة 9% على المستوى التقييم 80% تقريباً من المشاريع الممولة من المجال الحضاري و20% من المجال القاروي لكن من يمكن تأخذ المدن الصغرى بالنسبة ترتفع 60% في القاروي والمدن الصغرى و40% في المدن الكبرى إذن هذا مواكبة تمويل 10 ألف مشروع بالنسبة للسنة ديال 2023 إن شاء الله كان ملفات اللي الآن وصلت لواحد المستوى ديالنوج تخصيص غلاف مالي كيفما السنة الماضية مليار و 25 مليون درهم تقييم قرض شرف بحد أقصى يبلغ 100 ألف درهم وفيه واحد من حال التي تصل إلى 10 ألف درهم سولت وعلى المعايير الجديدة ما غاديش يكون اختلاف لكن غادي يكون اختلاف كبير على المستوى الحكامة لأن تجربة لولا علمتنا واحد المجموعة ديال الدروس خاصة على المستوى الجهوي على المستوى المحلي والتقييم الأولي من هذا المشروع هو أنه عرف نجاحا كبيرا وابتداء إن شاء الله في هذا الشهر هذا غادي يتم الإعلان على النسخة الجديدة اشتركوا في القناة